أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أكد أن الاحتفال بيوم الشباب البحريني مناسبة هامة لتجديد الفقر والاعتزاز بما قدمه قطع الشباب من إسهامات في مسيرة التنمية الشاملة وأكد العسومي أن الشباب البحريني يحظى بالدعم والرعاية من قبل جلالة الملك المعظم حتى أصبحت المملكة أنموذجا رائدا عبر اتخاذ خطوات مؤثرة ساعدت الشباب على الإنجاز والإبداع والارتقاء بطاقاتهم ومهاراتهم وثمن رئيس البرلمان العربي اهتمام الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقطع الشباب وإبراز طاقاتهم الخلاقة في كل ما يسهم في تعزيز المنجزات والمكتسبات الوطنية وأشاد العسومي بالجهود المخلصة التي يقودها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومبادرات سموه للنهوض بواقع ومستقبل الشباب وكذلك مساهمات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في رفع كفاءة الرياضيين الشباب وتحقيقهم للإنجازات في مختلف المشاركات